غريب قوي الفيلم ده يعني ما هواش اعادة لفيلم تاني ولا جزء جديد لفيلم تاني ولا فيلم بيدور في العالم بتاع فيلم تاني هم ازاي بيسمحوا للافلام اللي ازاي دي انها تتعمل لحد دلوقتي احداث فيلم فيلفت باسو بتدور في عالم الفن التشكيلي المعاصر في لوس انجلس جوزيفينا اللي بتشتغل في جالري فني كبير اسمه هيز بتلاقي جرها فيتريل ديز متوفي في المبنى اللي هي عايشة فيه وبتلاقي كمية مهولة من الاعمال الفنية في شاءته هو اوصى انها تتضمر بعد ما يموت ولكن صديقها الجديد والناقد الفني المرموق مورف فاندولت بيأكد لها على القيمة الفنية للأعمال دي فبتقرر انها تستولي عليها وبتشارك رئيستها في العمل رودورة هيز عشان تعرضها واتبعها ولكن سريعا كل اللي بيتفعلوا مع اعمال ديز بيتعرضوا لحوادث غريبة وعنيفة فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلفت باسو هو واحد من احدث انتجات نتفلكس واللي بيقدموا هو نفس الفريق اللي قدم لنا نايت كرولر في 2014 اللي هو دان جيل روي كاتبا ومخرجا وجيك جيلنهال ورينيرو سو في ادوار البطولة ولو حضراتكم بتتبعوا فيلم جامد هتعرفوا قد ايه انا حبيت نايت كرولر ولو بتتبعوا فيلم جامد قوي بقى هتعرفوا اني بميل للقصوة شوية في تقييم الانتجات الجديدة اللي بتنتمي للأعمال اللي بحبها بشكل او باخر وعلى فكرة انا معترف بدا ومش شايف ان فيه اي مشكلة اعمال حضرتك هي اللي بتحدد سقف التوقعات المفروض يكون فين ولو ما قدرتش توصله في فيلمك الجديد فمن مسئوليتي اني اوضح ده عشان كده انا اتفرجت على فيلفت باسو باعين جاحظة مثل اعين الفنان نيكلس كيج وتركيز لا يهتز مثل وسط الفنانة جوهرة وحقيقي عجبني جدا الفيلم مش وسط الفنانة جوهرة ما عنديش اي مشكلة مع وسط الفنانة جوهرة بس احنا بنتكلم في الفيلم دلوقتي واظن ان سر اعجابي بالفيلم هو اني تفاهمت معاه تفاهمت معاه مش فهمته يعني مقصدش اقول انه كان معقد وصعب وانا الواد الفتك اللي جابت تايها يعني بصه هو كان معقد الى حد ما واظن اني نجحت في اني افهمه ممكن نركز مع بعض شوية اللقص ده اقوله هو ان الفيلم ساعدني في اني افهم ايه المفروض اركز على ايه وساعدني كمان في اني افهم ايه اللي مش مفروض اتوقعه او استناه فلفت باسو هو تعليق على صناعة العمل الابداعي امتى بيبقى فن وامتى بيبقى سلعة ازاي بيكتسب قيمته ومين اللي بيقرر القيمة دي ايه اللي بيأثر على المصداقية الفنية وازاي بيتم التلاعب بيها ده اللي اظن ان الفيلم عاوزنا نركز عليه وما كانش ممكن احترمه لو كان تم تقديمه في كتل تعقيدات غير متربطة عشان كده انا ممتن جدا ان كل ده تم تقديمه كمكونات لا يمكن فصلها عن قصة متماسكة وممتعة اللي مش مفروض نستناه هو الاجابات الشافية للأسئلة اللي بتجعل من الفيلم ده تجربة مطيرة الأسئلة دي موجودة عشان تفتح ابواب للتأمل والتفكير وملهاش اجابات ملموسة ودي اكتر حاجة بحبها في صنع الافلام اللي بيقدم لنا جزء صادق من عقله لان العقل اللي عنده اجابات ده ممكن يبقى سياسي او اعلامي مش فنان او على الاقل ده رأيي مش سهل نقارن شغل دان جيل روي كسيناريست في نايت كرولر بشغله في فيلفت باسو واحد كان رحلة لاستعراض بروفايل شخصية والتاني رحلة لاستعراض عدد كبير من الشخصيات دخلوا عالم ساحر كأرواح بريئة وخرجوا منه مجرد تروس ومسامير في آلة صناعية فيلفت باسو لا فيه أبطال ولا فيه أشرار بنشوف بروفايلات كتير لفنانين بنشوف تجار ورجال أعمال بنشوف نقاد ومديرين متاحف وما بنشوفش نسخة كرتونية من أي حد من دول بنشوف شخصيات متكاملة فيها طبقات كتير وليها أوجه كتير جيدة وأوجه كتير بشعة تطور الشخصيات دي ممكن ما يكونش تخدم بنفس الجودة بتاعة لوب لوم في نايت كرولر في مرحلة معينة أنا شفت اللي بعض الشخصيات اتحولت له ولكن التحولات دي ما كانتش منطقية قوي في الحدود الزمنية للأحداث دي كان ممكن ما تبقاش مشكلة كبيرة لو الفيلم كان مال أكتر للتناول الفني ولكنه ما عملش كده ده بذل مجهود كبير في تقديم تبريرات منطقية لقرارات الشخصيات وده كان شيء يحترم ولكن في الآخر كان لازم حاجة تدفع تمن أنك عاوز تقدم حاجات كتير لشخصيات كتير في الزمن العادي لأي فيلم وفي الحالة دي كانت محطات التطور لبعض الشخصيات ولكن على أي حال كل حاجة تم تقدمها جذبة انتباهي وكان فيها قدر كبير من المنطقية رسائل واضحة ومعاني واضحة وتكسيدات واضحة لحاجات ممكن يكون صعبة تتشرح ولكن سهل أو يتتطابق مع أي شكل من أشكال الفن أو العمل الإبداعي في اقتصاديات العالم الحديث على الجانب الإخراجي بقى فشغل دان جيل روي في نايت كرولر محسوس جدا في فيلفت باصو وده على الرغم من الفروق الواضحة في تشكلة الألوان وتكوين الكادرات وحركة الكاميرا ولكني حسيت بألفة كبيرة مع الإقاع العام ومع كمية التفاصيل ومع تنويع الأجواء في كل مشهد يعني حتلاقي مقاسي ممزوجة بسخرية وحتلاقي صدق مغلف بأكاذيب شيء عبقري جدا وكمان مرة مألوف جدا يمكن بعض التسلسلات كانت مترتبة أكتر من اللازم لتحضير المشاهد للي حيحصل بس دي ما كانتش مشكلة كبيرة بالنسبالي أولا لأنها كانت بتحضرني للعنف اللي الحمد لله ما كانش قاسي قوي على أي حال وثانيا لأنها كانت بتكمل الدايرة بتاعة كل شخصية بطريقة رمزية ومن غير تناقض مع منطقية الأحداث داخل عالم الفيلم فيلفت باسو فيلم حلو جدا ومن أفضل الحاجات اللي شفتها على نتفلكس ما هواش نايت كرولر بس عشان ما بيمثلش حاجة مهمة لكل الناس ولكن ده ما يجعلوش قصة أبعف أو منتج سينمائي أقل وحتى لو ما حستوش بتواصل مع أحداث الفيلم ما تقولوا ليش أن انتوا ما استمتعتوش بالتجربة البصرية على الأقل وما تقولوا ليش أن انتوا ما استمتعتوش بالأداء التمثيلي من الجميع مع تأدير خاص لصفراء نايت كرولر جيك جيلنهال ورينيروسو جيك جيلنهال ده بيلعب في حتة الوحدو يا جماعة صدقوني تقييمي لفيلم فيلفت باسو هو تمانية من عشرة ونصيحتي لأي حد لسه ما شافش الفيلم ده عمل تأملي ويتطلب قدر كبير من التركيز ونقشة الحلقة ايه هو أفضل فيلم شفتوه بيتناول جانب من جوانب العمل الإبداعي ياريت تسهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك الحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة تأول باول وتابعونا على فيسبوك و تويتر وبي باي